اللهم صلي وسلم وبارك على افضل المرسلين وحشتوني جدا يا اصدقاء يوميات لررع السولة النهاردة باذن الله في فيديو جديد معانا من وصفات ستلايم بمكونات موجودة في كل بيت زي ما وعدتوكم ان احنا هننزل وصفات كتيرة جدا يلا نشوف نقول باسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي في وصفات ستلايم الجامدة اللي احنا بنعملها كل اسبوع باذن الله بننزل كزا وصفة من وصفات ستلايم اللي نينفع نصنعها بمكونات موجودة في كل بيت اول حاجة عندنا في وصفة النهاردة ست معالق لتمن معالق من المية من ست لتمن معالق من المية صغيرين تمام مية ايه مية عادية جدا من الحنفية تمام بعد كده عندي صابون سائل السحون صابون سائل السحون اي نوع من الصابون سائل السحون اللي بنغسل به الاطباق هناخد منه حوالي معلقتين صغيرين من صابون سائل السحون انا دايما بمسك معلقة واحدة في جميع المكونات عشان تكون المعلقة دي اللي هعمل بها المكونات وتكونوا انتوا عارفين هتستقدموا انهي معلقة معاكم عشان دي اسمها هيعتبر معلقة معيارية بعير بيها المكونات بتاعتي تمام يبقى انا اخدت حوالي من 6 ل 8 معالق من المية عادية من الحنفية ومعلقتين صابون سائل السحون او صابون سائل الاطباق عليهم حوالي اقل من ربع معلقة من معجون اسنان اقل من ربع معلقة هل هستخدم معجون اسنان معين لا مش هستخدم نوع معين في معجون الاسنان اي نوع متوافر عندكم من معجون اسنان اي نوع متوافر عندكم تمام وعندي سفنجة سفنجة انا جيد سايبها الوصفات للسايم بتاعتي وهفضل اعصر السفنجة وافضل امتص كل المكونات واعصرها كويس لحد متطلع لي الفوم او البابلز الكتير دي اللي هي الرغاوي بمعنى اصحى رغاوي الصابون وهي بمعنى اصحى يا جماعة بتساعدني في دمج المكونات ومسجها كويس جدا يا زي ما انتو شايفين كده انا جاي بس بونش كده عمال اعمل لكم ان هو بيتطلع بابلز كده عشان يكون المعلومة وصل للكو صح ان انا بفضل ايه اشفط المكونات بيها اسحب المكونات واعصرها لحد ما تكوني الرغوة او البابلز الكتيرة اللي انتو شايفين هدي تمام لحد كده المكونات معي سهلة جدا ومتاح ليا ان انا عملها تمام بصة عمال لي رغوة كبيرة جدا وحلوة اوي 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 كمان بس كده خلاص لا هضيف يا جماعة ملون والملون ده حسب الرغبة الملونات دي حسب الرغبة انتو لو عايزين ملون ضيفو لو مش عايزين ملون مفيش اي مشكلة بس انا عندي ملونات صناعية عايزة دفتها لو انتو متاح ليكو انكو انتو تستخدموا انواع بهارات البهارات اللي عندكو زي البابريكا الحمراء زي الكوركم لو عندكو زهرة الغسيل كده كده اي وصفة احنا بنعملها بمكونات طبعية متاح ليكو عايزة جدا ان انتو تعملوها من اي ملونات او اي بهارات عايزة عندكو في البيت لو ما عندكوش في عارفين بودرة الاي شادو ممكن تاخدو حتة منها كده تعملوها ملون اه الروج السيل اللي تاني المونيكير الوان مية الوان فورماستر عندكو بدايل كتيرة جدا تلونوا بيها تمام بعد كده بعد ما قلبت الملون كويس وحسيت ان هو امتزج مع باقي المكونات بعمل ايه بضيف حوالي معلقتين من الدقيق الدقيق ده هو ليه كزا مسمى الدقيق او الطحين او الفرينا تمام هو ليه كزا مسمى هضيف معلقتين من الدقيق وهمزج كويس جدا بحيس ان الدقيق يمتزج مع المكونات اللي موجودة معايا في ايه في البولا بتاعتي وهقلب بصوا يا جماعة انا بقلب هتاخدو بالكو ان فيه تراكمات تحت من الدقيق طبعا انا لازم اخد بالي جدا وانا بقلب ان التراكمات اللي تحت دي انا مش عايزها فبفضل اقلب بالراحة وتكون مراعية جدا ان انا الفقاعات او الرغاوة دي مش عايزها تهبط عايزها تتقلب وتمتزج معايا والدقيق يمتزج مع باقي المكونات كويس جدا تمام هضيف معلقة كبيرة تاني من الدقيق وهبتدي اقلب كويس جدا حد ما كل المكونات دي تلمي معايا وتمتزج معايا كويس جدا عايز افكركم بحاجة مهمة اا ان اي وصفة بنعملها بمكونات طبعية موجودة داخل المنزل يريد بعد ما نخلصها ونلعب بيها نحتفظ بيها في علبة مقفولة ونحطها في التلاجة او نحفظها في كيسة مقفولة ونحطها في التلاجة هي مش تهد حيز في التلاجة هي تاخد مكان صغير وفي نفس الوقت انا اا بخلي مدة صلاحيات هكده مدة كبيرة عشان هي من مكونات طبعية ما لهاش اي ضرر ومكونات طبعية فما ينفعش احطها بره التلاجة وتتعرض ان هي تتنشف او تتعفن واقول ايه ده ده هي بزت لي لا ما ينفعش لازم نحفظها في مكان بارد عشان الجو بصراحة حر جدا فما ينفعش احفظها في مكان حر عشان ما تبص تمام عشان انا عايزة صلاحيتها تعيش معي اطول فترة ممكنة طبعا زودت معلقة دي تانية عشان انا حسيت وانا بعجن ان هي بتلزق في ايدي فاضفت شوية دي تانيين بحيس ان هي تمتزج معي كويس وتلم معي تمام عمالة اودي وهو اعجن كويس بحيس ان ما يكونش فيه اي تراكمات اي اي كلاكيع انا مش عايزاها انا عايزاها كلها تبقى ممتازجة كويس وفي نفس الوقت عايزة اللي الصايم بتاعي يبقى بيمط وحلو وعلى فكرة ريحته حلوة اوي 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 بجد جميلة جدا المهم بعد بمزج كويس جدا زي ما انتو شايفين كده الحمدلله لم معي وفي نفس الوقت يعني الحاجات الملزقة في ايدي بدأ يشيلها ويتتلم معي فالمهم عشان اتأكد انه خلاص كده هو زبط معي وبقى مية في المية جميل المهم هبتدي خلاص المها والم الحاجات البقية اللي في ايدي دي بحيس ان كلها تلم معي واسبها ترتاح حوالي جيئتين واروح اخف الايدي واجه اشوفها بعد جيئتين بجد يا جماعة حاجة جميلة جدا سلايم طحفة وكمان عايز اضيف اضافة لو عندكو اي زيوت مثلا زيت زاتون زيت عباد زيت الالية اللي اللي عندكو في البيت حطوا معلقة صغيرة من اي زيت لو عندكو ده حسب الرغبة حطوا معلقة صغيرة خالص من اي زيت او زيت شعر بجد هيبقى حلوة قوي وهيديله لمع حلوة قوي لو مش عايز ان تضيفو زيت ما تضيفوش كده كده الوصفة جميلة جدا من غير اي زيوت وبتعالوا مجربو بيمط ازاي يا جماعة جميل جدا وحلوة قوي وبجد الوصفة دي لو عجبتكو ما تنسوش تقولولي تحت في التعلاقات قد ايه الوصفة عجبتكو لو جربتوها ونكحت معاكم قولولي برضو في التعلاقات وما تنسوش بقى اللايك والشير عشان اه اصدقاء يوميات الارا كده يكتروا ويكتر وصفاتها وكمان هستنى تعليقاتكو من وصفات المشتركين عشان قريب جدا هننزل وصفات المشتركين من وصفات سلايم وهيبقى احلى فيديو ويلا اشوفكو بالف في الصحاب الفهنة ويلا باي باي استنوني فيديوهات جديدة ترجمة نانسي قنقر